في جنوب لبنان أحمد لا يزال المشهد الأبرز هو في بلدات تعيت الشعب تحديدا حيث لليوم السابع على التوالي تتواصل محاولات الدخول إلى هذه البلدة ويتواصل القصف الإسرائيلي على بلدات تعيت الشعب وراميا والقوزح هذا المثلث من البلدات التي تستمر فيه محاولات الدخول وتوغل الإسرائيلية غارات إسرائيلية عليه على هذه البلدات لا تتوقف بالإضافة طبعا إلى قصف مدفعي واشتباكات بالأسلحة رشاشة تشتد تحديدا في ساعات الليل وكانت حتى في ساعات الصباح الأولى عنيفة بهذه المواجهات ما يدل على استمرار هذه الاشتباكات بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية التي تحاول الدخول إلى البلدة ما نرى هو الدخان المتصاعد من هذه البلدة في أكثر من نقطة جراء هذا المدفعية الإسرائيلية التي كانت تستهدف هذه البلدة منذ بعض الوقت وهو مشهد لا يتغير عن هذه البلدة يعني طيلة ساعات الليل والنهار الدخان يتصاعد من هذه البلدة جراء الاستهدافات الإسرائيلية كان هناك أيضا سلسلة من الغارات غير هذه الاستهدافات أيضا طالت بلدات حدودية وبلدات في العمق الجنوبي آخرها استهداف منطقة البيسرية في جنوب لبنان مع استهدافات سلسلة من الغارات كانت استهدفت محيط المنطقة الواقعة بين بلدتي الطيري وبنتجبي لذا الغارات الإسرائيلية لا تتوقف أحمد ولكن التركيز طبعا على هذه البلدة التي تعتبر الأعنف والأطول بالمدة الزمنية بين كل محاولات التوغل الإسرائيلية ويبدو أيضا أن هذه المحاولات تتكرر تحديدا في بلدتي مارون الراس وعيتارون إذ أعلن حزب الله بأنه استهدف لمرتين تجمعات لجنود إسرائيليين في موقعي أفيفيم والملكية موقع أفيفيم هو الموقع الذي تطل عليه مباشرة ملدة مارون الراس وموقع الملكية هو الذي مقابل تماما لبلدة عيتارون وبالتالي مع إعلان حزب الله بأنه استهدف لمرتين هذين الموقعين ومستهدفا فيهما تجمعات لجنود إسرائيليين يضحي بأنه قد تكون هناك محاولات جديدة للدخول عبر هذين الموقعين هذه الاستهدافات من قبل حزب الله طالت مواقع أخرى على الشريط الحدودي وكانت اليوم منذ الصباح تتوالى الرشقات الصاروخية حتى باتجاه العمق الإسرائيلي والتي طالت صفض وحيفا بعد إعلان أيضا حزب الله عن استهدافه مدينة صفض بالإضافة إلى الكريوت في شمال حيفا مستعمرة روشبينة شرق صفض وأيضا قاعدة نشر العسكرية في شمال حيفا بالنسبة للمسيرة التي كانت استهدفت منزل نتنياهو حتى هذه اللحظة حزب الله لم يتبنى هذه العملية ولم يصدر أي بيان يتحدث فيه حول هذه المسيرة